هذا المشهد وهذه التطورات نفتح نقاشا مع ضيوفنا في ساعة الأولى من الأخبار الليلة من واشنطن البحث في معهد شرق الأوسط الدكتور سامير التقي من الصنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامير صالحة ومن موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية دكتور يلينا سوبونينا ومن الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي مساء الخير لكم ضيوفي الكرام أهلا بكم في الأخبار الليلة دكتور سامير التقي أبدأ مع حضرتك كيف يمكن تفسير هذا التقدم السريع جدا من إدلب إلى حلب والآن إلى حما في ظل أنه الجيش السوري نفى مثلا الانسحاب من حما فما هي عناصر هذا التقدم الآن؟ طبعا سيدتي تحية لك شخصيا ولضيوف الكرام ولجمهوركم الكريم أعتقد بأننا الآن نشاهد بعيوننا ما كنا نقوله بأنه في حال انسحاب الميليشيات الإيرانية من شمال سوريا فمن الواضح أنه سينشأ فراغ استراتيجي ليس النظام قادرا على ملئه ضمن الوضع الراهن وبالتالي في رأيي أنا هذا الانهيار هو ناجم عن عدم موجود أصلا قوات حقيقية جدية تستطيع أن تقوم بمجابهة قدرات المعارضة المعارضة أصبح لديها مصانع لصواريخ مجنحة أصبح لديها مصانع مسيرات وتستخدم بعض الأسلحة التي استولت عليها من النظام استولت عليها سابقا من النظام وبالتالي من الواضح بأنها لديها قدرات عسكرية وأنه لو لا وجود القدرات الإيرانية لما كان أمكان الاحتفاظ بالوضع بشكل الراهن كما تحدثت سابقا هناك انهيار في التوافقات متعلقة بأستانة أو بتخفض التصيد ولكن من الواضح تماما أولا وجود خطوط تنسيق أو حوار فلنقول ديبلوماسي إسرائيلي روسي حول سوريا روسي تركي حول سوريا وكل ذلك يعطي انطباع بأن هذا السعي الدبلوماسي من أجل إدارة هذا الوضع يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النظام ليس في وضع حتى الهجوم الآن قوات النظام هي في طور الانسحاب وليست في طور إعادة تشكيل هجوم طيب دكتور سمير صالحة تركيا الخطاب الرسمي مازال حتى الآن يتحدث عن أن تركيا لا علاقة لها بهذه العمليات ولكن يبقى الموضوع واسع جدا لأن كثير من الأطراف الرسمية أيضا التركية تترك الباب مفتوح أنه أصلا لن تسمح بأن تذهب الأمور باتجاه هي لا تريده وبالتالي لديها دور ما على الأرض اليوم هل تغير الموقف التركي عن الأمس؟ المسأل خير للجميع أولا لا أظن الموقف التركي حسب تصريحات القيادات السياسية في أنكرة كما نتابعها بقية على حالها تحمل بشكل مباشر النظام في دماشق مسؤولية إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد وتركز على فشل تفاهمات مناطق خفض التصعيد 2019-2020 الخروقات المستمرة استهداف المدنيين السوريين في إدلب ومحاولة الإصرار على التحضير لعملية عسكرية تحدث عنها النظام في دماشق أكثر من مرة بإتجاه مدينة إدلب لذلك عملية الرد الاستباقي هذه التي بدأت في الأربعاء الموصرين برأيي تتطابق مع ما تقوله تركيا دون أن تكون تركيا موجودة طرف فاعل على الأرض هي تنسق مباشرة مع الجيش الوطني السوري كما تعرفين وتضع في عين الاعتبار أنه مسار العمليات العسكرية إذا ما ذهبت باتجاه آخر تصعيد في شرق الفراد فستكون جاهزة لتنفيذ عمليتها هي الأخرى التي تحدثت عنها أكثر من مرة هذا مرتبط إذن بقصد ومساد وبي وي دي هل ستحاول الدخول على الخط أم لا يعني دخول تركيا على الخط مرتبط فقط بما إذا دخلت قوات قصد على الخط دكتور سامير هذه النقطة أولى نقطة ثانية إذا ما كان فيه استهداف مباشر للمدنيين في عمليات عسكرية ضد المدنيين في إدلب وتهديد هذه البقعة الجغرافية لأن ارتداداتها كما تعرفين ستكون باتجاه إشعال أو تفجير موجة لجوء جديدة باتجاه الأراضي التركية هذه أيضا برأيي سبب مهم قد يرفع أنقرة للتحرك العسكري نعم طيب أستاذة يلينا بالموقف الروسي ولكن قبل أن نناقش الموقف الروسي هناك سؤال يطرح بكثرة اليوم عن زيارة الرئيس السوري من عدمها إلى موسكو وهل هو ما زال موجود هناك إذا ما زار العاصمة الروسية ما المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر؟ كل مسؤولين روس مساء الخير أولا كل مسؤولين روس سؤلوا حول هذا الموضوع لا يؤكدون وجود رئيس أسد ولا ينفون هذا الشيء فهناك معلومات متضاربة من يقول أنه وصل إلى موسكو من قبل هذا التصعيد وهناك أسباب حتى شخصية مثل هذه الزيارة البعض يقول أنه ما وصل فتضارب المعلومات وعدم التأكيد والنفع من قبل جهات رسمية وهذا ينطبق مع التكتيك الروسي الآن بخصوص ما جرى أو ما يجري لأن الحذر الشديد والغمود هو الآن مسيطرة على المصادر الرسمية الروسية بشأن أحداث شمال سوريا طيب بس لماذا الحذر إلى الآن دكتورة يلينا بوقت أنه واضح الموضوع هناك فصائل تعتبر أيضا هي معارضة ليس فقط لدمشق وإنما أيضا للوجود السوري الروسي عفوا هي التي تهاجم مواقع تحت سيطرة دمشق وموسكو فلماذا التردد الروسي بالدخول هل في تفاهمات سياسية هنا من خلف الستار لا يوجد شيء خلف الستار لأنه إذا كان في شيء خلف الستار فهذا يمكن أفضل مما يمكن أن يكون أنا يريد أن تكون هناك نظرية التواطئ أو شيء من هذا النوع أن تكون صحيحة ولكن للأسف أخشى بأنه هناك حدث سوء القراءة لما يمكن أن يحدث أولا رغم وجود معلومات لدى الاستخبارات الروسية وهذا شيء واضح أنه كانت في معلومات حول إمكانية التصعيد هذا التوقيت وهذا الحجم وهذه السرعة شكلت المفاجأة بالنسبة للطرف السوري روسي كما هو بالنسبة للطرف السوري وهذا الانتحاب السريع من قبل الجيش السوري أيضا شكل مفاجأة بالنسبة للقيادة الروسية أيضا أستاذ نظير منذ اللحظة الأولى لبدء هذا المشهد سئل مباشرة عن دور إسرائيل فيها على الرغم من أنه لم يكن هناك بأي فترة من الفترات دعم إسرائيل مباشر لا للفصائل ولا لأي طرف داخل سوريا وعلى الرغم من أنه إسرائيل تقصف سوريا أصلا بشكل مفتوح بدون أي محاولات لاستخدام أذرع معينة ولكن عندما قال نتنياهو أن الرئيس السوري يلعب بالنار ذهبت الأنظار كلها إلى إسرائيل ما هو حجم أو مستوى الدور أو حتى كذلك يعني الإنخراط الإسرائيلي حتى الآن فيما يجري مرحبا بك العزيزة لارة وضيوفك الكرام وبلقى المشاهدين والمشاهدات إسرائيل موجودة في صلب الحدث بالتأكيد يعني أولا بسبب ما قامت به إسرائيل في لبنان من إضعاف حزب الله هذا فتح الباب أمام ذلك الفراغ الذي تحدث عنه دكتور سمين وثانيا إسرائيل تلعب في سوريا أيضا اليوم اليوم قصفت في سوريا ولذلك هي بالصورة السؤال إلى أي مدى؟ هناك أولا تشابك مصالح بدون شك من جهة إسرائيل معنية بأي إضعاف للإيرانيين والنفوذ الإيراني في المنطقة وإضعاف النظام الأسد ولكن ليس بالضرورة تريد أن ينهر وفي إسرائيل أيضا هم فوجئوا من ضخامة هذا الهجوم هذا ليس هجوما عاديا وليس هجوما صغيرا وهجوم كبير وراءه دولة أو أكثر من دولة بدون شك وإسرائيل بدأت تفحص هل هذا فيه تغيير استراتيجي في سوريا ولذلك يوم أمس تم قرق حربة السد وعقدوا اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر وليبحثوا هذا الموضوع وكان هناك تقييم به على هذا الشكل أن هناك مخاطر كبيرة في سوريا لأن ضعط النظام في دولة إلى جانب إسرائيل هو ليس بالأبرسال ولكن قد يكون فرصة ماذا يعنون بكلمة قد يكون فرصة هل هم ينتظرون أن ينهار النظام في سوريا ويشكل هذا ضربة لإيران وعندئذ تستر إسرائيل إلى التعامل مع دولة بقيادة جبهة النصرة إلى جانبها هل هذا غريب على إسرائيل يعني إسرائيل شهدت ذاتها مرة بجوار كهذا عندما كان محمد مرسي رئيس الحكومة لمصر وهناك كان تعاون غير عادي ترجمة نانسي قنقر